السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد نادي اهلا بكم في قناة ليرن انجليش والنادي. بدأنا مع بعض كرس المبتدئين وعملنا في حلقة اثنين. وعملنا حلقة عن الحروف لوحدها وحلقة تاني عن حرف الاي بس ونطقه لانه لي كزا طريقة مختلفة في النط. عملنا حلقة عن حرف الاي ونطقه لانه لي كزا طريقة. حلقة النهاردة هتكون عن حرف الاي لانه برضو لي كزا طريقة في النط بفيه كلمات مختلفة باشكال المختلفة. اوكاي? تابعونا وتابعوا سلسلة الكورسات للمبتدئين لان الموضوع حيفدنا جدا وهيعرفنا زي نبدأ نقرأ الكلمات بكل سهولة بمجرد معنينة تقع على الحروف اللي تعلمناها مع بعض. يلا بينا نتعلم حرف الاي. اهلا بكم مرة تانية في الكورسات المبتدئين. الكورسات اللي هتساعدنا زي نقرأ الكلمة مجرد معنينة ما تقع عليها. اه اتكلمنا مع بعض في الحلقة قبل كده عن الحروف كلها. كونسونانس او فاولز. وبس اتكلمنا وركزنا قوي على الكونسونانس وازي ننطقهم. اتكلمنا بعدين عن الفاولز واخدنا بس لر اي في الفاولز. اتكلمنا كمان عن لر اي وقلنا ان الفاولز فيهم نقطة لازم يركز فيهم جدا. ان الفاولز كل واحد فيهم ممكن يجي في كلمات مختلفة يدي اصوات مختلفة. وشفنا الامثلة ديت في الحلقة بتاعة لتر اي ولر اي. اوكاي? اه لو رجعنا لهم تاني زي ما هيزهر عندنا لهم تاني هنشوف ان الاي ممكن انطقها بشكل مختلف تماما والاي ممكن انطقها بشكل مختلف تماما. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اصوات حرف الاي. اوكاي? اوكاي? اوكاي. لنبدأ. عندنا في اصوات مختلفة الحرف الاي. عندنا مثلا الشورد اي. طيب في كل صوت من الاصوات دي هنشتغل مع بعض وهنعرف ازاي هقدر اقول الصوت دوت لما هلاقي الاشكال قدامي. عندنا كمان اللي هي الحروف اللي لما بشوفها في الكلمة بنطق الصوت بتاع الشورد اي. عندنا كمان بعض عشان نتضرب مع بعض ونقول بعض الكلمات بالشورد اي. طيب خلينا نشوف مع بعض ازاي هنقول الشورد اي. الشورد اي في الحقيقة هو صوت زي الاي بس اقصر من الاي شوية. يعني اكيد كلنا بنعرف نقول كلمة ان. ان. اوكاي? الشورد اي اللي هو صوت الاي في كلمة ان. يبقى هو صوت الاي. اي ان. يبقى هو صوت الاي اللي موجود في كلمة اين. اوكاي? ده الصوت اللي هنبدرب عليه في الشورد اي. نقول تاني هو صوت الاي ايا كان في اول الكلمة او في نص الكلمة. اوكاي? اه طيب ده بالنسبة لنطق الحرف هننطقل اي زي هيبقى اي. طيب. اه الاشكال اللي لما شوفها موجودة عندي في الكلمة انا هنطق حرف الاي اي من غير ما افكر. اولا اذا كان عندي اي وبعدين حرف واحنا قلنا يعني هارف ساكن يعني اي اتس نوت اي 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 او يو اي. ولا واحد من اللي احنا قلناهم. يعني عندي اي بعدها اي بعدها از ا اه سوري اي اس اي بعدها اف اي بعدها ار اي بعدها اي اي حرف تاني فايات نطي ا اوكاي? كمان عندنا. لو عندي حرف بعدين اي بعدين حرف وهنشوف دوت في الامثلة واحنا بنتكلم والامور هتبقى واضحة جدا بس قبل ما نروح للا امثلة ه��이طيمة تاني الصوت بنقوله زي نرجع مع بعض احنا نقول الصوت بالزبط زي حرف اللي هو اي اي اي. نروح مع نروح مع بعض بتاعت الشورت اي عندنا الشورت اي في كلمة ان ان اه اخبرنا اه ان طبعا ان واضح من الصورة ان The ball is in the box The ball is in the box اوكي عندنا كمان كلمة ات ات اوكي ات اه ات ات هي ضمير انا باستخدمه عشان اشير به لأي حاجة او غير عاقل يعني ما عايز اتكلم عن الكلب بس مش عايز اقول استخدم كلمة The dog فبالتالي انا اقدر اقول It is eating بس هما في الغالب بيستخدموا للكلاب والقطط بيستخدموا لهم هي او شي لانهما بيعملوهم معاملة البني ادمين يعني رقفة اميهم عندنا كمان كلمة اف اوكي اف وده كان اول باترن من الباترن بتاعت الشورت اي الباترن او اي كونسننت زي ان ات اف اوكي عندنا الباترن التاني اللي هو كونسننت اي كونسننت زي كلمة فت فت طبعا فت يعني حد جسمه رشيق او قوامه مبني كويس اوكي 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 ست بس اوكي اوكي بالزبط زي اسم الحرف. الحرف اسمه اي. يبقى الصوت بتاع هيبقى اي. ايه الحروف اللي اول ما شوفها في موجودة في كلمة? انا هبدأ انطق صوت الاي زي حرف الاي. لما يكون عندي كونسننت كونسننت واي. كونسننت كونسننت واي. يعني حرفين كونسننت واي بعدين واي في الكلمة. وفي الغالب في الواي بتكون في الآخر. اه لما يكون عندي كمان اهم هشوف امثلة على الكلام ده. لما يكون عندي اي. اي كونسننت اي. ولما يكون عندي اي في الغالب في اخر الكلمة. اوكيي. اخو با لان اي 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 كار. 1962 نفس صوت الحرف يعني يحاول يعني يقلي شيء. عندنا مبدئيا بيكونوا يعني حروف ما بننطقهمش. فاحنا بننطق حرف الاي بشكل عام. عندنا كلمة ممكن نستخدمها بمعنى نور او بمعنى لمبة. عندنا كلمة برايت برايت اخو بالي انا بقول اي برايت برايت برايت. عندنا كلمة رايت رايت طبعا برايت يعني لامع هو مش معناه شمس بس هي عشان نطلع اضاءة لامع اوكي. لما يكون عندي اي كونسوننت اي نبص كده مع بعض على الكلمة اي كونسوننت اي فبالتالي هنقول ه هنقول دريف ولا درايف درايف نفس الكلام هنا. طيب بالنسبة لل اي احنا ما نطقنهاش ال اي اللي عندنا في الانجلش دايما ال اي اللي في الاخر مش منطوقة سايلنت فبالتالي احنا نقول درايف درايف اها اسمع حد بيقول نطق الكلمة ناين 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 عندنا كمان باين 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 اوكي دا بالنسبة لل اي كونسوننت اي الباترن الاخير اللي عندنا هو ال اي اي لما شوفهم في اخر اي كلمة فاحنا بننطقها اي برضو عندنا كلمة تاي تاي اخبالين باقول تاي 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 اللي هي الكرباطة او رباط العنق تاي عندنا كلمة داي 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 يعني يموت عندنا كلمة لاي 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 يعني يكذب او كذبة او احيانا بتيجي معنا يرقد يعني حد يفرد ظهر كده اوكي دولة الفور بتاعك اللونج اي الفور اللي لما بنشوفهم بننطق حرف الاي اي بصوته اي اوكي طيب قبل الحلقة ما تخلص عندنا كويز صغير كده منتظر ايجابته منكم في التعليقات هنقرأ الكلمات دي ونشوف اللي هننطق اللونج اي ولا شورد اي احنا قلنا شورد اي اللي هو صوت ال اي واللونج اي اللي هو صوت ال اي اوكي عندنا بعض الكلمات طبعا انا مش اقراهم انت هتقراهم وفي الكمنت هتتعب وتكتب لي فور اكزامبو فراي فراي دي تعتبر لونج اي لان احنا بنقول الاي صوت الاي اوكي ولو عجبك الفيديو وشايف ان القناة هاتى في ذvك مانت الجمحتي�로و او اصح legitimate like and share if you like the video don't forget like share and subscribe see you later guys